بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحلقة الثالثة والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام مستمع إذاعة نداء الإسلام إلى هذا الدرس الجديد من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ حياكم الله حياكم الله معالي الشيخ فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي موسى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبيّن لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا يقول أبو موسى رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه وبيّن لهم صلاتهم أي كيف يصلون وهذا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ أمته ما يقولون وما يفعلون من أمور دينهم عامة وفي صلاتهم خاصة نعم فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم يعني عدلوها إذا كانوا صفوفاً فإنهم يعدلون الصفوف ولا يتركون فيها عوجاجاً ولا خرجاً بل يسدون الخرج ويعدلون الصفوف وهذا من تمام الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم تفقدوا أصحابه في هذه الأمور ولا يكبر حتى يتأكد من أنهم تراصوا في صفوفهم وعدلوها نعم ثم لي أمكم أحدكم ثم لي أمكم أحدكم في الأحد يقرأكم لكتاب الله قال صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم أخذاً للقرآن أو أحسنهم تلاوة نعم فإذا كبر فكبروا نعم وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله نعم وهذا فيه أن أفعال الإمام أن أفعال الإمام تتقدم على أفعال المأمومين ولذلك سمي إماماً قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث وفيه أن المأمومين يتابعون إمامهم في أقواله وأفعاله فيأتون بذلك بعده مباشرة ولا يتقدمونه ولا يوافقونهم وإنما تكون أفعالهم وأفعالهم بعد إمامهم نعم وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله إذا قال غير المغضوب عليهم وهم اليهود وكل من عنده علم لا يعمل به ولا الضالين وهم النصارى وكل من عنده من ليس عنده علم وإنما يعبد الله على جهل وظلال فتسأل الله يجنبك طريق الفريقين ثم يقول الإمام والمأمومون آمين لكن يكون تأمين الإمام قبل المأمومين ومعنى آمين اللهم استجب وآمين سنة قولها سنة في الصلاة يقولوا آمين يحبكم الله نعم يحبكم الله إذا فعلتم ذلك أحبكم الله لأنكم فعلتم ما أمرتم به والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين فهو جل وعلا يوصف بأنه يحب وأنه يحب سبحانه وتعالى نعم وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فيه أن المأمومين يأتون بتكبير وبالركوع بعد إمامهم لا يسابقونه ولا يوافقونه وإنما يتابعونه بمعنى أنهم يأتون بلا قوال ولا فعال بعد الإمام نعم فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم هذه مهمة الإمام أنه يرفع قبل المأمومين ويرفعون بعده ويرفع قبلهم ويرفعون بعده ولا يوافقونه ولا يتقدمونه نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد نعم الإمام يقول سمع الله لمن حمده أي استجاب سمع يعني استجاب لمن حمده يقول المأمومون ربنا ولك الحمد ولا يقولون سمع الله لمن حمده وإنما يقولون ربنا ولك الحمد والإمام يجمع بينهما يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم يسمع الله لكم يعني يستجيب يسمع هنا بمعنى يستجيب لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أمره الله به نعم هذا فيه أن أفعال الإمام تسبق أفعال المأمومين فلا يجوز لهم إلا أن يأتوا بأفعالهم إلا بعد أفعال الإمام نعم لأنه هو قدوتهم في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة نعم فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله وإذا كان عند القعدة يعني جلسة التشاهد الأول جلسة التشاهد الأول فإن الجميع يقولون التحيات لله أي جميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى نعم الصلوات لله والصلوات لله الدعوات والصلوات الخمس والنوافل كلها لله يجب أن تكون لله خالصة لله ليس فيها رياء ولا سمعة نعم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأول واجب من واجبات الصلاة نعم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا فيه صفة السلام تشاهد الأول أنه يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد أيقر وأعترف وأعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وأن عبادة من سواه باطلة نعم وبعضهم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعض الرواة زاد في روايته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا هو التشهد الأول نعم وللبخاري عن أبي حميد قال رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه نعم فيه رفع اليدين عند التكبير وأنه يبلغ بهم حذو منكبيه لا يرفعهما عن منكبيه وفي بعض الروايات وبعض أقوالها العلم أنه يرفعهما إلى فروع أذنيه نعم وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه وإذا ركع ألقم كل يد ركبة يلقمها إياها بمعنى أنه يقبض ركبتيه بكفيه نعم ثم هصر ظهره ثم هصر ظهره لا يقوسه ولا يخفضه وإنما يعدله يعدل ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله في الركوع حيال ظهره لا ينصبه ولا يخفضه نعم فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه نعم إذا قام من الركوع اعتدل صلى الله عليه وسلم حتى يعود كل فقار أي كل مفصل مكانه وهذا من الطمانينة في القيام من الركوع والاعتدال من الركوع نعم فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما فإذا سجد وضع يديه على الأرض وعلى المسلى غير قابض لهما وإنما يبسط يديه على محل سجوده نعم واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة نعم يسجد على أطراف قدميه ويجعل بطون أصابع رجليه إلى الأرض ورؤوس أصابعها إلى القبلة نعم فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى يفترش صلى الله عليه وسلم وكذلك كل مصلم يفترش في الجلسة الجلسة التشاهد الأول بمعنى أنه يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته نعم وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته تشاهد الأخير يجلس متوركاً بمعنى أنه ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويخرجهما من تحته ويقعد على الأرض هذا الجلسة الأخيرة من الصلاة التي يعقبها سلام ويسمى هذا بالتورك نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعهم ثوبتكم إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شاكرين ومقدرين لما علي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا الشرح والعرض والبيان نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير هذا يزيد الرئيس أترككم في رعاية الله وحفظه إلى ذلك والحين السلام عليكم ورحمة الله